ما هي أهمية التواصل الأسري العلاقة التراتبية إذا ذكرناها بين الأب والأم والأطفال بين الأب والأم بين بعضهم البعض كيف يكون التواصل الأسري جيد لبناء علاقات صحية داخل الأسرة تنعكس على المجتمع دائما إذا كان هناك الاختيار المناسب وحسن الاختيار في بداية الأمر وتوضيح لكلا الزوجين أخلاقيات وواجبات وحقوق الزواج يعني المرأة تعي حقوقها وتعرف واجباتها كذلك الرجل يؤدي ما عليهم من واجبات ويعرف ما لأسرته من حقوق فإذا أدى كل الذي عليه أدى الواجب الذي عليه تستطيع أن تكون الأسرة أسرة سوية ينتج منها ينتج منها نشء طيب ألا ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ما من مولود يولد إلا على الفطر فأبواه أبواه دول صمام الأمان الأول هم من يغرسون في أولادهم البزرة الأولى الغرس الأول حين يخرج الطفل وتتفتع عيناه فعنده المرحلة السمعية والمرحلة البصرية المرحلة السمعية التي يسمع فيها ما يقال له وذلك يقول لك إذا أردت أن تنشئ نشء طيب لابد أن يمر هذا النشء بثلاث مرحل أولا مرحلة الغرس أن تغرس فيه أن تغرس فيه هذه الأخلاق الحميدة أن تغرس فيه حب الله سبحانه وتعالى وحب نبيه وحب دينه وحب وطنه وحب العمل وحب الناس أن تغرس فيه الأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة طيب هذه المرحلة هي إلى مرحلة التمييز اللي هي تيجي بعد ذلك وده يتنجر عندها نص في القرآن الكريم لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليه يبقى دية المرحلة الأولى مرحلة الغرس المرحلة الثانية هي مرحلة التقويم والإرشاد بدأت ترشده بدأت تقول له هذا صح وهذا خطأ طيب هذه المرحلة التي نحن بصددها وأمر أهلك بالصلاة ما قالش باس قال واستبر ليه لأن دائما ما تكون هناك إشكاليات في التربية هذه الإشكاليات قد تكون خارجة عن إرادة الأبوين لأن الأب والأم مهما يكون في البيت فلا يدرياني على وجه التفصيل ما يكون لابنهما في المدرسة أو في الشارع مع من يصاحب مع من يتكلم مع من يهاتف مع من يلعب في الحدائق فالمرحلة مرحلة دائما تحتاج إلى قوة الملاحظة والمتابعة ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واستبر عليها استبر عليها لما تيجي تشوف الصلاة كأنموزة الصلاة كأنموزة قال الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبة وهم أبناء سبة طيب وبعدين يكون هناك العقاب على تركها بعد عشر والعقاب طبعا يتراوح طيب بالله عليك نحن نصلي كم صلاة في اليوم خمس صلوات طيب الفترة اللي هي فترة الإرشاد والتوجيه هذه سلاث سنوات سبع سنوات إلى عشر سنوات من سبع إلى عشر سلاث سنوات نصلي خمس أوقات في اليوم في العام تحسبها بقى خمسة في شهر خمسة في شهر بكذا في العام بكذا تجد أن هناك آلاف مؤلفة من التعويد اليومي الذي يوجه الوالد والأم الأطفال إليه فهذا مبديني بحث في الصلاة ولكن ضربه الله سبحانه وتعالى لنا مسألا في كل نواحي الحياة أصدق القول وتابعه أصدق القول وتابعه لا تسرق لا تكذب لا تفعل كذا ولا تفعل كذا فها هي مرحلة التوجيه ثم تتبقى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التفاعل أن تتفاعل مع أولادك في هذه المرحلة الأخيرة اللي هو كابرة ووعية وفهم هذه الأمور فبدأ يتفاعل مع نفسه بدأ من نفسه إذا حضرت الصلاة كما يصلت بدأ من نفسه عنده واجبات يكون في فعلها بدأ من نفسه أن يجد أن الشارع يحتاج إلى نظافة معينة من صورة شخصية بادرة إليها رجل يحتاج إلى مساعدة امرأة كبيرة في السن طفل كذا هو أصبح عنده هذا التفاعل المجتمعي هذا التفاعل نبع منين؟ نبع من البيت فهذه مراحل ثلاث لابد لكل أب ولكل أم حينما يأخذ بواقع التربية البيتي لابد أن يقوم عليه نعم إذا أمكن أن أجيز كلامك لأنه كلام جدا مهم حقيقة إذن الأسرة القوية الأسرة الصالحة الأسرة التي تنفع المجتمعين ما حلت ووجدت تبدأ بالاختيار الحسن ثم التربية التي قسمتها أنت بين الغرس والتوجيه والتفاعل بين أفراد الأسرة